وأعود إلى الواقع بعد 15 عاما هناك مدان واحد أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اسمه سليم عياش لكن أمام محكمة الرأي العام على امتداد العالم العربي هناك كثيرون يشتبه بعلاقتهم بشكل أو بآخر باغتيال الزعيم اللبناني الراحل رفيق الحريري المفارقة الكثير من هؤلاء قتلوا بشكل يشبه أحيانا الطريقة التي قتل بها الحريري سليم عياش مرتبط بالرجل القوي السابق في حزب الله عماد مغني المرتبط بدوره مباشرة بالنظام الإيراني عماد مغني مات بانفجار في دمشق في فبراير 2008 بعد ثلاث سنوات من مقتل الحريري مصطفى بدر الدين خليفة مغني قتل في سوريا ورغم وجود أسئلة كثيرة حول من قتل بدر الدين إلا أنه قتل وفي الجانب الإيراني قاسم سليماني الأبر روحي لحزب الله وكل ميليشيات إيران في المنطقة قتل بغارة وتفحمت جثته وفي الجانب السوري عراب النظام الأمني في لبنان غازي كنعان قتل منتحرا كما قيل ومنحورا كما يعتقد بعد أشهر من اغتيال الحريري والمسؤول الأمني المباشر في لبنان رستم غزالي قتل بدوره شخصيات سورية أخرى صهر الأسد أصف شوكة مثلا قتل بانفجار في دمشق لا يصدق أحد أن سليم عياش هو وحده من قتل رفيق الحريري لكن كثيرين يتساءلون ما إذا كانت العدالة قد تحققت بطريقة مختلفة على من قد يكونون أصحاب القرار الحقيقي في قتل الحريري أو أن الآتي أعظم كذلك